احتضن المركز الجماهيري بمدينة رهط المؤتمر الحقوقي الأولى في النقب للمعلمين المتقاعدين والمقبلين على التقاعد في منطقة الجنوب حقوق المعلمين المتقاعدين أنواع التقاعد ومستحقات المعلمين وكيفية عمليا تخطيط التقاعد من ناحية الضرائب ومن ناحية الحقوق المستحقة ربما تسقط سهوا أو لا يطلبها أو لا يحصل عليها المعلم المتقاعد بعد كل هذا العمل الشاق وفي نظري مهمة المعلم هي الأقدر اليوم في السوق وهي أيضا الأصعب وبالتالي أيضا تخطيط التقاعد ليس بالأمر الهين وعليه أيضا وهذه نصيحة أن يتعامل مع الاستشارة القانونية تخلل المؤتمر التعرف على التقاعد وأنواعه وحقوق المعلمين المتقاعدين من وزارة التعليم أو من البلديات والسلطات المحلية ويستماع إلى قضايا وشهادات عينية من قبل الحضور أهمية تنظيم هيك مؤتمر يتعلق بالمعلمين المعلمات المتقاعدين أو المقبلية عن تقاعد من وزارة المعارف بعد التوزه الكبير من المعلمين المعلمات المتقاعدين لعدم وزود عنوان بالأساس لتزويدهم بكل معلومات اللازمة التي تتعلق بحقوقهم التي تترتب بعد خروجهم للتقاعد من وزارة المعارف بصراحة من خبرتنا واختصاصنا مع هذه الشريحة ارتقينا لعدم وزود عنوان أهمية التوزه لمحامي بالذات عند اتخاذ قرار تقاعد بالنسبة للمؤتمر عن جد مؤتمر مهم بيّن لنا جميع الحقوق الموجودة عندنا ولكن لسوء الحظ ما كنا نعرف عن الحقوق تبعنا ولذلك قسم كثير من حقوقنا وحقوق العمال مهضومة لأنه ما فيه إرشاد حتى من صاحب العمل يوجهك لأي مكان حتى تحصل على الحقوق تبعاتك العديد من المعلمات والمعلمين المتقاعدين لا يأخذون مستحقاتهم الكاملة وبالتالي أهمية تلقي الاستشارة بما يتعلق بمنح نهاية الخدمة وأيام بدل الغياب وسندق التوفير وسحبها مع أقل نسبة الضريبة الممكنة وترتيب عملية دفع المعاشي التقاعدي بشكل منتظم ترجمة نانسي قنقر